اهلا بكم من جديد في الدرس التاني ويندروس الويب سيرفيسيز والتعامل معاها باستخدام الام وفاير وسوفتي جيسون في الدرس الاولين اخدنا مقدمة بشكل سريع عن الحاجات اللي هنتعمل معايا والحاجات اللي هنعملها في الدرس ده هنبدأ في شغل الاي او اس ونبدأ نجهز اول شاشة عندنا اللي هي اللوجن وشاشة الريجستر واخاطب السيرفيس بتاعتي طيب احنا انشأنا تطبيق الدرس الفات وتطبيق بتاعنا جاهز وعملنا انتجريت للمكتبتين اللي هم الام وفاير وسوفتي جيسون عشان تسهل التعامل علينا تعال بسرعة كده بشكل سريع هنبني آآ شاشة بتاعت اللوجن فاللي فيو كنترول الافتراض اللي بيجي لك هنا هدخل من الاديتر انبت ان وهحطه في نافيجيشن عشان هحتاج انه نفس الشاشة دي اقدر ادخل منها على شاشة الريجستر وارجع تاني هحتاج ان احط هنا حاجتين بس ايميل واثنين واحد للايميل واحد للايميل واحد للاباسورد فتعال كده بشكل سريع هنجيب ايه تاكست فيلد والتاكست فيلد الاولاني ده هنحط في بليس هولتر ايميل وهنحتاج هنا نزبط شكل الكيبورد بتاعته اخليها تقبل ايميل والكوريكشن عايزين هو نو والاسبيل تشيكينج نو عشان ما ضاقش المستخدم وهو بيدخل الاميل بتاعه ممكن نتكبرها هنا هننسخ نسخة منها نحطها هنا تحتها وهنسمي دي باسورد وفي حالة الباسورد طبعا لازم تظهر نجوم اول حاجة ارجع ده للدفولت بتاعه وخليه سكيور عشان تظهر كان جوم طبعا الاتنين دول نوع من الاوتلي اوت والتنسيق عندك هنحطهم جوه فيو فكده حطتهم جوه فيو والفيوب بتاعي ده هحطه في وسط السكرينة بتاعتي عشان تتعامل مع كل احجام الشاشة وهديها مسافة مثلا اه الشمال كده مسلا ستاشر نقول ومسافة يمين ستاشر وهنديه ارتفاع وليكن نقول كل تكستفيلد مثلا نقول اربعين واربعين ثمانين في مسافات بينهم فهي يعني اقول حسبة مثلا ستة وتسين تمام فكده ادنا له تنسيق بشكل سريع طبعا هنطهل على تكستفيلد هنحتاج نتدي له برضو تنسيق هندي له من فوق مثلا تمانية وندي له يمين تمانية وشمال تمانية بالشكل ده هو كندي له ارتفاع مثلا اربعين طبعا الارقام دي ارقام تقريبية يعني زبطها براحتك حسب الديزاين بتاعك حسب ما انت عايز تزبطها هندي له طبعا هنا برضو نفس المسافات بتاعتي انا بفضل في الحالة دي اني اسحب من ده للفوق واعمل ليدينج وتريلينج بحيث يساوي اللي فوق بحيث ان مستقبلا لو حبيت اغير ده اغير واحد بس والباقي يتغير بناءا عليه واخلي كمان يساوي نفس ياخد مسافة الاول رأسية وياخد نفس الارتفاع بتاعه كده اظن هتبقى منسقة بشكل افضل هوكي نحتاج ازبط الارتفاع بتاعه ده شوية ده بقى اربعين واربعين تمانين تمانين وفي مسافات تمانية في تلاتة يعني اربعة وعشرين يعني المفروض ده يبقى مية واربعة عشان يبقى في منتصف الشاشة بالزبط طبعا حساباتي يعني دي بتعملها للتنسيق مش اكتر مش الهدف الاساسي من الدورة بس ايه تركات في النص كده خدوا بالكم منها طبعا هنحتاج هنا نحط زرين الزر الاولاني ده نحطه هنا مسلا ممكن الزر الاولاني ده نديله مسافة مسلا عن الفوق ايها 16 ونديله توسيط مسلا هوريزنتل بسط الشاشة ونكتب عليه ايه لوجن هنحتاج زر تاني كمان تحت ده ننسخ اللوجن ده نحط زر تاني ايه ريجستر ريجستر برضو نسحبه مسافة اوفقية بالنسبة لللي فوق ممكن ناخد من الشاشة دي زي ما هي ونحطها في شاشة تانية هتبقى شاشة ريجستر لو واحد مع اكاونت جديد تبقى دي الشاشة بتاعته نسحب من ريجستر هنا بالكنترول على ده وقول له شو فكده عملنا بشكل سريع لما تضغط على ريجستر ياخدك على الشاشة دي ولاننا جوه فكده هيزهر زر وتقدر ترجع تاني طبعا هنا زر عفوا زر الريجستر ده مش محتاجينه هنغير بس اللوجن ده نخلي هو الريجستر بتاعي ندخل هنا بتاعي عايزين نزود كمان زر زي ده هو المساحة بتاعته اربعين فنقول مية اربعة وربعين وفي تمانية عندك يبقى مية كام اتنين وخمسين هناخد نفس الباسورد دي ونحطها مسلا هنا هتبقى دي ايه تكرار للباسورد بتاعتي طبعا مسافة الافقية تمانية هنخلي ياخد نفس ده ياخد نفس الليدينج والتريلينج وياخد نفس الهيت ده حسبة تنسيقية بتاعتك ممكن نقول ان دول كفاية معنا مش محتاجين حاجة تانية تمام طبعا الفيو كنترول الاولاني كده كده هو معرفه بحاجة عندك الفيو كنترولر الديفولت بس انا ما بحب التسمية عندي تبقى واضحة فاسمي ده لوجين في سي هدخل اعيد التسمية بتاعتي هنا لوجين في سي هشيل الحاجات اللي ملهاش لازمة هنا نوسع الكود بتاعنا شوية هحتاج اني بس اغير شكل الفونت عشان الكتابة تبقى واضحة بالنسبة لكم خليها بخليني انا على الوضع اللي كنا عليه بس اخليني اكبر الخط شوية عشان يبقى واضحة هنحتاج نرجع على المين بتاعنا ونسمي ده مين آآ لوجين عفوا في سي تماما هنحتاج نفتح اللوجين في وضع الاسستنت اديتور لو ضغطت بقلت الاختصار بتاعهم بيفتحولي على طول احتاج اربط بتاعي بسرعة هسمي ده ايميل من الاول كده نسحب هسمي ده ايميل تيكست فيلد لما تحصل حاجات زي كده ممكن اعمل بيلد من الاول واجرب من جديد ايميل تيكست فيلد هحتاج زر اللوجين بتاعي ده يبقى له اكشن فاسحب الاكشن هنا تحت واسمي وغير النوع من وكده بقى بالشكل جاهز معي عشان اتعامل مع محتاج هنا اعمل لها امبورت للمكتبات اللي انا هستخدمها في الفايل ده فاعملت امبورت للألم وفاير وسوفتي جيسون هدخل في اللوجين هنا هحتاج اني ارجع الاول الايميل من من الملف بتاعي فاقول له ايميل تيكست فيل دوت تيكست وتأكد انه الايميل ده مش فارغ وإلا يرجع ممكن طبعا ارجع هنا برسالة لليوزر فالجارد دي هنا حارس في بداية المسود بتاعتي انها بتتأكد انه في ايميل دخله المستخدم نفس النظام بالنسبة للباسورد لازم اتأكد انه في باسورد دخلها المستخدم وإلا ترجع فكده انا بتأكد انه في ايميل في التكست فيلد وبتأكد ان الايميل ده ما يكونش فاطي فبين فيها بالشكل ده طب بعد ما اتأكدت انه الامور تمام محتاج ادخل استخدم الالام وفاير طب باستخدم الالام وفاير ازاي تعال للاول بس نفتكر شكل شكل الريكويست بتاعي عامل ازاي بتاع اللوجين شكل الريكويست بتاعي اللوجين ده الرابط بتاعي من نوع بوست ببعث له الاميل وببعث له الباسورد بالشكل ده كبراميترز تمام فانا معي الاول رابط اتفادعي ده هنحط الرابط هنا وبين بالشكل ده ونبدأه بالشكل ده تمام عشان يبقى رابط كامل وبعدين هحتاج براميترز براميترز دي بحطه في ديكشنري براميتر الاولاني اسمه ايميل والايميل ده عبارة عن قيمته الايميل اللي انا جبته من الفيلد واحتاج باسورد والباسورد هي اللي جبتها من فين من الفيلد كده الاتنين دول انا محتاج ابعاتهم باستخدام الالام وفاير فبكتب الام وفاير دوت ركويست بعد ما اكتب ركويست في اكتر من نوع في طريقة مختصرة لو انت بتستخدم جيت ركويست وما فيش براميترز ولا هيدرز او اي حاجة بتختار النوع الاولاني البسيط او التاني التاني ده بتختاره لما يكون عندك بتاعك اللي هو انت بتجيبه بيو ار ال ريكويست وتحطه هنا على طول انا هستخدم الطريقة دي عشان احدد له نوع الميسود ايه وكل حاجة في الي هنا بيقول لك وده عبارة عن بروتوكول بروتوكول لو دخلت عالتفاصيل بتاعته هتلاقي بيقبل او يقبل او اي حاجة اللي هي علاقة فاقول له هنا اخد الي بتاعي الميسود بتاعتي لو دست دوت عبارة عن اينم هيجيب لكل انواع الميسودز المتاحة طبعا عارف نوحها من السيرفر عند انها باست البرامترز بتاعتي برضو بروتوكول بيقبل او بيقبل اكتر من شكل من البرامترز انا ادبى باست البرامترز بتاعتي زي ما هي الينكودينج بتاعتي لايزم ادخل الينكودينج تابع الالونفاير طريقة اللي انا ببعت بها الطريقة اللي ببعت بها في اكتر من حاجة في حاجة اسمها هي وفي حاجة اسمها جيسون طبعا حسب السيرفز بتاعتك بتبقى عارف النوع اللي انت بتتعامل معه. لو في هيدرز مطلوبة منك في السيرفز برضو بتحطها بنفس الطريقة وتبصيها هنا في الهيدرز. انا هنا ما عنديش في اول خلاص. طيب بعد ما عملت الريكوست بالشكل ده بدخل بعدها ممكن فساطر جديد. وقول له ريسبونس جيسون. ريسبونس جيسون دي لها علاقة بقى بمكتبة سوفتي جيسون. فالمكتب تندل بيكمله بعد. بدخل على بتاعتك بتاعتك بتتوقع بتتوقع بترجع يعني بكمبليشن هنا اللي هو يعني بترجع لك بحاجة اسمه ريسبونس. ريسبونس يده الرد بتاع السيرفز بتاعك. طبعا في حاجة تانية هنا ممكن تعملها. في حاجة اسمها انك ممكن تعمل تشيك على بتاعتك مسلا نقول مسلا انه بتاعتك ما بين مسلا متيل تلتمية بحيس اني اتأكد انه ايه انه الامور تمام. دي لو انت عايز تعمل تمام? لو مش محتاجها ما فيش مشكلة. بعدين دخلت في الريسبونس جيسون هنا في الرد بتاعي الريسبونس نفسه ده في حاجة اسمها الريزولت. الريزولت بتاعتي دي عبارة عن ايه? واحدة انه العملية فشلت. في حالة الفشل كل اللي هاعمله بس اني هطبع الخطأ ليه انا في الكونسول عشان اعرف المشكلة فيه. في حالة النجاح انه قدر. في حالة يعني ايه? يعني قدر بشكل جيسون انت لو دخلت كتبت هنا هتلاقي فيه طرق تانية الريسبونس العادي. طبعا في انت لو قدر يرجع الناتج بتاعه من السيرفيس قدر يرجع بشكل جيسون العملية هتنجح. طب في حالة نجاح العملية ممكن ببساطة دلوقتي انا هطبع القيمة بتاعتها في الكونسول مش مش اكتر من كده. يبقى كل اللي عملته دلوقتي ان انا كده عملت الميسود اللي بتبعت للسيرفر بتاعي وبترجع شغلت التطبيق افتح لي الصفحة الاولى لو عايز ادخل على الريجيستر بادخل على الريجيستر وبلاقي زر لو عايز اكتب هنا بكتب الايميل بتاعي عشان نظر الكيبورد على السيميليتور او اكتبها بالكيبورد بتاعة الماك مباشرة على طول فانقول مسلا ان هيكتب له اي حاجة مثلا هنا اي ايميل طبعا لو ما كتبتش الاول اي حاجة عملت مش هيحصل حاجة بسبب اللي انا حطتها فلازم اكتب له هنا حاجة فلو قدبت احمد قدت احمد دوت كوم كتبت هنا مسلا اي حاجة عملت لوجين بيروح يبعت للسيرفر بتاعي وبيرجع للرد تحت شايفين الرد تحت رجعت ازاي الرد تحت رجعت طبعا رجعت عشان انا حاطت المسميات عندي في السيرفز بالعربي فعمل مشكلة في الكونسول انها مش ظهرة مظبوط انا ممكن هنا ببساطة ممكن ادخل هنا واخلي المسجز كلها عندي في السيرفر مسلا تظهر تظهر بشكل مختلف بالنسال كده بشكل سريع بس عشان نعمل نفس الركوستو من تاني ونشوف بشكل طبعا عشان انا عندي مش ببعت لسيرفر ببعت لوكال عندي فالامور سريعة ولو بسط هنا لما بعمل لوجين بلاقي هنا ايه المسج بتاعتين فاليد كريدينشيل وستيطس سيرو طب تعال نبعت حاجة من الحاجات اللي احنا ضايفنها مظبوطة ونبعت البسورد بتاعتي الصحيحة واعمل لوجين هلاقي اللوجين ايه تحت ولاقي الستيطس بتاعتي واحد وارجع لي ببيانات اليوزر فده شكل الجسون بتاعي اللي اقدر اتعامل معي فكده وصل للنقطة بتاعت لو في اي خطأ وليكن مسلا تعال نفترض اني وقفت السيرفر بتاعي وهبعت لوجين اللي بيحصل هنا طبعا خطأ لو انا عملت هنا على عملت لوجين هلاحظ انه واقف على بتاعي معنى كده انه ايه انه مقدرش يرجع حتى لو رحت عالبوستمان وعملت نفس المرة دي هلاحظ انه ايه بيرجع لي في مشكلة مش قادر ياخد رد لو رحت شغلت السيرفر بتاعي من تاني شغلت التطبيق من الاول بيعمل ايه بيعدي الارور وبيطبع لي الناتج بتاعي طب احنا ممكن اشوف الناتج بتاعي ممكن الناتج بتاعي خلاص طالما قدرت ارجعه باستخدام بقى مكتبة بتيجي مهمتها هنا اني بكارية من نوع جيسون وبباصل بتاعتي بحيس ان اقدر اتعامل عليها شوفوا البساطة بتاعت التعاون مع الجيسون هنا لو انا مسلا عايز ادخل هنا اجيب من اليوزر ده بتاعته عشان دي اللي انا هستخدمها اخاطب بها السيرفز بعد كده في اي حاجة تتطلب اه بيانات اليوزر زي بدخل مسلا على المفضلة بتاعته على الداتا بتاعته على البروفايل بتاعته اي حاجة بحتاجها في السيرفز مسلا بستخدم فيها اباي توكين فبدخل من هنا مسلا انا عايز ارجع بالاباي توكين بتاعتي فبقول له جيسون وبعدين افتح بالشكل ده بتاعي وادخل جوه اليوزر وبعد ما ادخل جوه اليوزر ادخل جوه الايباي توكين بتاعتي وبعدين اقول له دوت سترينج طمعا فمعنى كده ايه معنى كده انه الايباي توكين طبعا هتبقى هنا من نوع اوبشنال ليه لانه هو مش عارف الكلام ده هيرجع بنتيجة ولا لا فانت كده بتعمل ايه بتدخل جوه الشجرة بتاعتك لحد ما توصل ودي السهولة اللي بتقدمها لسويفتي جيسون اللي انا بستخدم الطرق التقليدية لو شرحتها لو شرحت لكم الطرق التقليدية هشرحها في فيديو تاني بس بعيد عن السلسلة دي عشان اوضح لكم الفرق والصعوبة بين الاتنين وسهولة الالام وفايل والسوفتي جيسون في التعامل مع الحاجات دي هتلاقوا فرق كبير فممكن انا اقول له هنا افلت كده يعني بعمل كده تمام لو قدرت تطلع لي بالشكل ده كل اللي عايزك تعمله بس اطبع لي هنا بدل ما بتطبع لي الداتا دي كلها مسلا اقول لك لا خلاص اطبع لي بس لو قفلت التطبيق وشغلته من جديد كده ابت انا ديمو اقدموا واحد اتنين تلاتة نجحت العملية فطبعا لنفس الجملة التابعة حالي يعني قدر يوصل الخطوة الجاية في الدرس الجاي اني همسك او الداتا اللي تهمني بتاعت اليوزر حتى احفظ البيانات بتاعت اليوزر كلها عندي لوكل هعلمكم ازاي نحفظها في اليوزر ديفولت على الجهاز عشان نستخدمها بعد كده انه لما اليوزر يدخل التطبيق يفتحه تاني بدل يفتحه لشاشة اللوجين يدخل على طول على الشاشة الرئيسية بتاعت التطبيق ويبدأ يستخدم التطبيق استخدام فعلي هنعمل الشاشة بتاعت ريجستر وبعدين نعمل موضوع الحفز ده ونكمل شغلنا في آآ الالم وفاير ومع الووب سيرويس بتاني اشتركوا في القناة